شاهدين ينظموا معنا داخل الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ عماد باجلان وأستاذ عماد حياك كلا هنا بك معنا في نشرة الخلاصة سيد عماد يعني قرار مزلزل اليوم من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي كيف تابعتم هذا القرار؟ دعا تحية لك ولي متابعين قناتكم الأكارم لم يكن مزلزلا ولا أبد ولا أصلا قرار متوقع منذ عام منذ سنة مزلزل؟ لا أبدا لا لا أبدا كان متوقع كان متوقع في أي لحظة يقال السيد الحلبوسي وكما ذكرت لك أنا يوم 28 إدعش 2022 غردت بعد التصويت على حكومة السيد السوداني كتبت بعد التصويت على حكومة السيد السوداني بعد الإطار يفكر بإقالة الحلبوسي هذا واضح يعني ولكن يعني الوقت التاريخ أما قال القرار مزلزلا لم يكن مزلزلا ولكن التوقيت قبيل الانتخابات أثناء زياراته المكوكية للسيد الحلبوسي على الأقضية والنواحي والقرى والدوائر الانتخابية وتواجده داخل البرلمان وصدور هذا القرار كان فيه نوع من الصدمة للبعض للبعض والمراقبة السياسي الذي لديه رؤية السياسية كان يتوقع في أي لحظة أن يقال السيد الحلبوسي في يعني على أبسط الأسباب سيد عمال هذا القرار رح يأدي لفتح ملفات أخرى متورط بها الحلبوسي لا أظن لأنه أولا مسألة الفساد لنكون واقعيين لا نستثني أحدا كل أغلب السياسيين أغلب السياسيين متورطين في الفساد وإذا كان السيد الحلبوسي متورط في الفساد فلديه شركاء من قوى قوى سياسية دعني أقول شيعية ونعرفهم بالأسماء فلا أتصور يعني ما أتصور أنه يتم فتح ملفات الفساد للسيد الحلبوسي مجرد الإقالة سوف يكتفون بإقالته وفعلا تم صدور القرار الإقالة وأصبح الآن نائب رئيس برلمان سابق وشتون تشوف مستقبل الحلبوسي بعد هاي الإقالة مستقبل الحلبوسي يعني وفق هذا القرار قرار محكمة الاتحادية الذي هو قرار بات وملزم لن يستطيع بعد الآن أن يتسنى أي منصب تشريعي تنفيذي ولكن سوف يبقى يدير حزبه كحزب تقدم ويترأس كتلة إن بقيت حزب تقدم وكتلة تقدم على ما هو الآن ولم يتشظى لأن جماعتنا أغلبهم يمشون ويلواقف طيب ننتقل خير نقطة أخرى الآن البرلمان بدون رئيس برأيك من الأقرب لرئاسة البرلمان في هذه اللحظة يعني بتصوري هناك أكثر من اسم مطروح في الساحة خالد العبيدي وسالم المطر وزياد الجنابي أتصور يعني الاتفاق السياسي على زياد الجنابي إن لم يغيروا رأيهم يعني في الساعات يعني اتفاق الآن على زيادة الجنابي على زيادة الجنابي بكونه الشخص ثاني في تقدم بعد الحلبوسي ومقرب من الحلبوسي ولامتصاص الغضب لدى الحلبوسي وإلى آخره جنابي مع حفظ الألقاب مؤهل لقيادة رئاسة البرلمان برأيي الشخصي لا برأيي الشخصي لا ولكن يعني نحن في الدولة العراقية ما شاء الله ما عدنا هاي الحسابات مؤهل ما مؤهل يستطيع إدارة الدولة أو إدارة البرلمان أو إدارة الرئاسة ما عدنا هاي الحسابات الكتل السياسي عندما تتفق على أشخاص لا يقفون عند المؤهلات شنو اللي يخلي زيادة جنابي اليوم غير مؤهل لرئاسة البرلمان أولا إدارة مجلس النواب ليس بالأمر الهين يعني يحتاج إلى شجاعة إلى قوة إلى قوة شخصية إلى الفراسة إلى الدبلوماسية أحيانا إلى العزم والحزم كثير من الأمور السيد الزيادة الجنابي عليه لغط على شهادته الإعدادية في 2018 المفوضية العليا أبعدت ترشيحه والصور في 2014 على مسألة الشهادة فهناك لغط على فعندما أقيل السيد الحلبوسي بسبب تزوير أوراق أن أتي بشخص مشكوك في شهادته أصلا يعني هذه مثلبة على إدارة الدولة وعلى الدولة وعلى مؤسسات الدولة خاصة رئاسة مجلس تشريعي مجلس النواب يعني مسألة ليست أنه يستهينون بالشعب العراقي ويأتون بشخص أصلا مشكك من قبل المفوضية في سنة من السنوات بأن شهادته مزورة طب من الذي يريد جلب هذا النائب يعني من الذي اتفق على تسنمها الرئاسة مع كل هذه الملفات التي تتحدث عنها برأيي أن القوى السياسية لامتصاص غضب الحلبوسي سوف يعني أعطوه كلام لترشيح وكيله وكيله في تقدم أو في حزبه أو أعتبر الشخص الثاني بعد الحلبوسي يعني زيادة جناب الشخص الثاني في تقدم مقرب من الحلبوسي أتصور ولكن يعني بعد دعني أقول الهجمة الإعلامية التي قام بها كثير من المدونين والصحفيين وأنه قادر على هذا الشخص ننتظر الساعات القليلة القادمة لنرى هناك احتمالين احتمال أنه الانقسامات تبدأ داخل البيت السياسي السني والأمور تتفاقم سياسيا بين السياسيين طبقة سياسية ويبقى السيد النائب الأول محسن مندلاوي هو من يترأس مجلس النواب وهناك احتمالية أنه في خلال هذه الأيام يعني أقول سوف يتم الاتفاق إلى يعني الترشيح الشخص الآن يبرز دور السيد خميس الخنجر السيد جمال كربولي يعني دعني أقول أسام النجيفي سيكون لهم دور لربما هذه القيادات في اختيار شخصية كفو أكيد أكيد سوف يكون لهم دور وكذلك السيد محمد الحالبوسي أيضا سوف يكون له دور يعني لنكون منطقين وواقعين رجل لديه مقاعد ونواب داخل البرلمان أيضا سوف يكون له رأي أو دور بعيدا عن صدمة إقالته أو استبعاده من البرلمان يعني ما حصل اليوم يعني كانت واضحة نتيجة سياسات ولدينا مثل يقول الضرب بالميت حرام أنا يعني كشخصيا يعني بعد إقالة شخص أو بخروجه من المنصب لا أركز على ما كان يقوم به عندما أنتقد أنتقد الشخص هو في المنصب السيد الحالبوسي أخذته العزة بالإثم في سلوكه وتعامله وخلق أعداء كان يستطيع أن يكسبهم أصدقاء مع الكرابلة مع الليف مع مشعان مع الكثير من العشائر التي لها ثقل وكثير من الشخصيات السياسية أخذته العزة بالإثم والغرور السياسي الذي الكل لاحظه وأنا شخصيا حذرت مرارا وتكرارا عبر تويتر على تفاقم ظاهرة التحلبوس ظاهرة خطيرة جدا كانت تصني العشرات من الرسائل من الأنبار يشتكون من يعني هذه الظاهرة والاعتداء على الموظفين أثناء الدوام محجة هذا قريب من الحلبوسي وهذا وإلى آخره كل هذه تراكمت وال دعني أقول العامل الأكبر الكل نعرف أن قوى الإطار وغالبية قوى الإطار لا عهد لهم ولا ميثاق كان متوقع أنه سوف يتم إقارة الحلبوسي بعدما تم استبعاد واستقالة الصدريين وكما فعلوا مع الديمقراطي بقي الحلبوسي والحلبوسي أيضا وقيل اليوم استدعمات رئاسة البرلمان هذا منصب كبير جدا هل فقد قيبته وفقد مكانته بسبب هذه التصرفات بسبب من يجلس على كرسي الرئاسة بسبب من يترشح إلى الجلوس للتاريخ وللأمانة يعني أنا ذكرت بالبداية لا أنزه مسؤول ولكن الذين تسنموا منصب رئاسة البرلمان الوحيد الذي أستطيع أستطيع أن أنزهه هو السيد أسامة النجافي من ناحية دعني أقول النزاهة والابتعاد عن الفساد أما دونه فكل رئيس برلمان كل رئيس وزراء كل رئيس جمهورية إن لم يكن هو ظليع في صفقات فساد هناك أفراد من داخل مكتبه متورطون في الفساد هذه عشناها وتعودنا عليها ولكن السلطة بطبيعتها تغر ولهذه الأموال طبعا أكيد لها تداعيات على السلوكيات المسؤول وهو شاب وطموح وأخذته لعزة بالإثم كما ذكرت لك وكان هناك أيضا من جماهير الغربية والأنبار طبقا من دعني أقول متلونين وعظين الصلاطين هم من يخلقون من المسؤول يعني أقول الرئيس بالضبط الرئيس نعم طيب يعني طرد الحلبوسي من البرلمان يعني انتهاء خطر على النظام السياسي خطر على الدولة كما قال السيد مشعال الجمهوري في تصريحه اليوم أكيد ذكرت لك السيد الحلبوسي اليوم يمثل ثقل سياسي في المكون السني يمثل ثقل سياسي ولكن هكذا قرار من قبل المحكمة الاتحادية وهناك أكيد المسبق بالنسبة للساسة مدروس ما تدعيات هذا القرار يعني كم ستدوم هذه الزوبعة التي سمعنا عنها اليوم استقالات وإلى آخره في تصوري هي أيام وسوف تهدأ الأمور لحد ما ينتخب رئيس جديد وتتلاشى الأمور وتنسى كما نسيت كثير من الأمور ومن الأحداث ومن الإقالات كحكومة إلى آخره فلهذا السبب يعني الموضوع كان صادما بالنسبة للبعض أنا يعني تابعاتي السيد الحلبوسي إنما غادر لم يكن مصدوما لم يكن مصدوما أبدا أبدا إنه كان يعرف لذلك سياسيا له ثقل ولكن كمنصب لم يبقى لديهم أي مجال ليشغل منصب في الأيام القادمة ننتظر تفاعل الجمهور الغربية والرمادي والأنبار وكذلك حزب تقدم سوف يتشظى أم يبقى متماسكا وحلفاء الحلبوسي مدى تجاوبهم مع حزب تقدم طيب قضية أخرى المحكمة الاتحادية قررت النظر فيها للحلبوسي ويتعامل مع شركة صهيونية يقودها رئيس وزراء إسرائيلي سابق هذه الاتحادية ستفتح أيضا هذه القضية كيف تتابعونها الاتحادية سوف لن تفتح هذه القضية لأنه الحلبوسي ليس إنسانا سافجا إلى هذا الحد بيتعامل مع شركات فيها مسؤولين إسرائيليين سيد رسم خشاني يقول أدلة دامغة يعني لا نستطيع أنا برأيي شخصي هذه شماعة إسرائيل حاضرة لكل من يختلفون معه يعني يتهم بالعمال الإسرائيل ولكن موضوع السيد المحمد الحلبوسي لم يكن يحتاج إلى هكذا موضوع وهكذا تهمة مجرد توقيع أو مسألة النائب ليف الدليمي هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعيد وصدر القرار من محكمة اتحادية بإقالته على خلفية التوقيع وتزوير الاستقال للنائب ليف الدليمي فهذا الموضوع سوف ينسى موضوع التعاملات لذلك المحكمة الاتحادية ردت ردت ادعاء وطلب النائب باسم خشان ولكن التهمة حاضرة لكل من يختلف مع الجماعة أنهم عملاء لإسرائيل وإلى غيره يوم أمس نشير فيديو لهذه الصحفية الجاسوسة وتدعي أنها أتت العراق وهي التي نظمت المظاهرات وحاولت الشرخ بين الشيعة هذه مهزلة حقيقية طيب قضايا أخرى للحلبوسي داخل مجلس النواب يوم السيد ليث الدوليم يتحدث عن معلومات خطيرة هناك مثلا خمسين نائب أو خمسين موظف عفوا داخل البرلمان وهمي تابعين لسيد الحلبوسي طبيعي جدا طبيعي جدا خمسين ألف فضائف في حجر الشعب قالها سيد حيدر العباد وين خمسين هذا نشح في دوائل العراق أصبحت مسألة طبيعية جدا يعني ما راح يتحاسب عليها أنا أخو أنا مدى أدافع عن الحلبوسي ولا أقول لك هذه مسألة صارت طبيعية يعني لما يكون خمسين موظف فضائي أقول لك خمسين ألف موظف خمسين ألف مقاتل فضائي يتخاضنوا رواتبهم مليارات فهذه مسألة صار طبيعي هذا شوء إعلامي فقط ولكن الغاية والمبتغى إقالة الحلبوسي وقيل لا تصدق بعد ينفتح أي ملف ضد الحلبوسي فساد عمالة إرهاب كل شيء ما كون انتهى ليش لأنه أكو شراكات وثيقة بين الحلبوسي وبين كثير من قادة الأحزاب الذين يحكمون البلد فما ما ترهم والبعدين الحلبوسي مشخص ضعيف إلى هذا الحد ولكن القرار كان من القضاء خلص تهى باطو ملزم يعني المواطن اليوم يقول بأنه البرلمان يعني مملك اليوم للحلبوسي فقط البرلمان هذا برلمان الشعب اليوم أكو العديد من القوانين معطلة لربما بسبب الحلبوسي هل من الممكن بأنه يعاقب على هذه الأمور لا شوف القوانين كثير من القوانين معطلة منذ عشرين سنة منذ سبعة سنة منذ 2005 لحد الآن معطلة والذين يعطلون القوانين والقرارات ليس رؤساء البرلمان لا أبدا ولكن الكتلة النيابية الكتلة النيابية والأحزاب والأجندات هم يعني يعطلون الكثير من القوانين التي لا ترق لهم وخاصة ومنها القوانين التي تخص الفدرالية ولكن تسألني أن هناك قرار من أو قانون أو قانونين أعرق له رئيس البرلمان ممكن ولكن كما ذكرت لك لا أتصور أن يفتح على السيد الحلبوسي بعد إقالته ملفات لأنه سوف يعني ينعكس على الجهات التي كانت تدعم الحلبوسي والتي جعلت من الحلبوسي زعيما للأمة كما كان يدعي نشكر الجزيل الشكر المحلل السياسي على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإضاحات شكرا جزيلا